نانا فايصالي اللي كانت تنام بالل بي سي آي بدأت تسمح لي اليوم تحديدا إلا أهلا وسهلا فيك ببيتك بس بمورنيك تاك كمان تانكيو تانكيو إليو مظبوط أنا لطالما اعتبرت أنه الال بي سي هي بيتي وهون أهلي وأنا برد أشكركم أنكم فكرتم تدعوني بهاليوم بهالمناسبة المميزة عيد الال بي سي تسعة وثلاثين أنا بتمنى للال بي سي سنين ما بتخلص بزمن ما بينتهي من التقدم من النجاح من التطور أنا هون بالال بي سي عشت أجمل سنين حياتي عشت أحلى الزكريات حنين ما بيخلص وقتها تكون عم بتبلش بمؤسسة بانطلقتها تعتبر كأنه المؤسسة لألك يعني مش أنت عم تشتغل فيها أنت رايح لحتى تكس ساعة ساعة دفل بعد نشرة الأخبار تقبض مع شك آخر الشهر أبداً كل عمرنا كنا نحس أنه الال بي سي هي بيتنا هي التابعة لألنا هي لألنا يعني هي عشتنا هي نفسنا وهذا هي الحقيقة صدقنا رح نكون عم نحكي معي ونخبر المشاهدين إيش ما بيعرفوها ورح بلش بأول خبرية أنه بقلب صفوف الجامعة ووصل العرض لتكوني بيقص من أخبار بالال بي سي آي لعندك عصف أنا بدي أعرف منك تفاصيل عن هالقصة مظبوط وقتا أنا راكت تلميذة بي و سي اللي هلأ هي الأيو تلميذة صحافة عملية كومنيكيشن آرت وجرناليزم وكانوا عم بيشوفوا بدون يبلشوا بالال بي سي وأي تلميذ مين بدون ياخدوا وسأبت جاني حظ أنه أحد الأساتزي سألوا يلي عم بيعلمنا مين رأيك المتلميذ قالوا نانا فايصال قلت لون أوكي كان تحدي كتير كبير لألي لأنه بتعرف أنت بالجامعة بدك تاخد كورس ما فيك تغيب عنه للكورس إذا ما بتحضر يدروبت وهون بالال بي سي عنده دوام كتير طويل وعنده شغل ومسؤولية قبلت التحدي صرت أخد الكورسات الصبح بكير وبيون فرصة اللي أخده بنص الجمعة وبالصيفية لحد ديت ما تخرجت يعني الاختصاص بدل الأربع ستين أخد معيك بحدود الخمس ستين ونص أخد طوالت مضبوط بس نشكر الله رجعنا تخرجنا هلأ بينتنا إذا بما أنك دخلت على شاشة الـ LBCI وأصبحت مراسلة بقسم الأخبار ما بتقولي أنه خلاص بوقتها أنه ما بقى في لزوم كافي جامعة وصلت للي بديه أبداً أبداً أنا كان بهمني أنه شهدتي تكون موجودة وأحصل عليها لأ لأنه هيدتي بتكمل الشغل لحاله لأ ما معتبرته لحاله كيف بعتبروا أنتنينتهم بيكملوا بعضهم يعني منعتبر أنه من مؤسسي هالمحطة كانت نانا فايصل اللي كان فيه ويجن هيكي عنا نظرة أنه تكون شبه السي أن أن شو فيك تخبرين عن هذا الموضوع مضبوط كان شيخ بير الظاهر عنده حلم وعنده طموح أنه تكون LBCI تشبه السي أن أن يعني كان بوقتها في تلفزيون لبنان وطلعت LBCI وانطلقت ونجحيت وتفوقيت وتقلقت بين كل المحطات التلفزيونية وما زالت يعني LBCI علامة فرقة بين المحطات التلفزيونية وقدرت تجمع بين الشكل الجميل والمضمون الأعمى كمان إذا فينا نقول بهالمشوار اللي سلكتيه بس قول الشكل الجميل أجيك عروض تمثيلية شو كان عبيكون ردك على هالعروض عروض تمثيلية وأعلانات بس كانت بعدني يعني بلشة بالتلفزيون وأنه كان بدي أخذ قرار بدي أكون أخبار ولا بدي أكون المسلة لا لقيت أنه لقى خلينا أخبار وما بدي أطلع منا للأخبار أبدا يعني حساية المشوار اللي أنت بدي تمشيه خلاص بدي يقصد على المهنة خاصة مضبوط وأنا من أنا وتلميذي بالمدرسة كان عندي حلم أني بدي أتخصص بهالمجال وبدأ أشتغل فيه خلاص لحقت حلمي لحقت طموحي ووصلت له حلق لكينا هالمشوار اللي عم نحكي عنه يلي تكلل بالنجاح لأنك وصلت له هذا فيك رح نكون عم نشوف ورانا صور لأليك من تغطيات أمت فيها خلالها تسعة وثلاثين سنة هوني وين؟ هوني بأحد أبي أروكة الأمم المتحدة كنا كتير نسافر نغطي كمان هالاجتماعيات هوني كي بتعرف بدك تكون ركض بركض وقاعدة على الأرض عم بيكتوب تلحق كي بدي عمير القاطر يسيلتي هوني بأسواق بيروت قبل ما تصير الداونتون يرجع عم روح هوني هادي نازلتكشارة الخوري صحيح يا الله هالصورة شو حلوة وشو قديمة بس ادي الخراب بشع تتذكر ايا سنة؟ لا بأول التسعينين بأول التسعينين ادي هالخراب ادي كان بيقهر كان ادي وجعنا ادي وجع هاللبنانية تعرف الاشي هلأ تحولت لديجيطل أكتر إن كانوا فيديو صور ولا غيرها بسنا أنا محتفظة بقلب هيدا المغلف عندها بالبيت بمجموعة صور لقالي كمانا من مشوارك المهنة نانا هلا أنا بدي أبلش بصورة لفتتني بينات ومدي تسمحيلي فيها وتخبر المشاهدين عنها المناسبة يا الله هيدا بتشبه المناسبة هلأ عيد الـ LBC بالريمال كنا كان عاملينه الشيخ بير الظاهر كنا أنا ويلوندخوري عم ننقل هونيك عم نغطي الحدث بس ننقل المباشر والزملة للمصورين بير وريمان وريمان يا الله أكيد منعيدهم لأنه كتار منهم بعضهم عاملين بالمؤسسة يلي مش بس حضنتكم كعاملين وإنما مثل ما ذاكرت نانا اللي كانت تنام بالـ LBCI كيف كانوا يكونوا هالليالي وليش تتناموا كمان؟ أيام الحرب هون ما كنا نقدر نوصل على بيوتنا أزايف وطرقات ومسكرة وشو بدنا نعمل يعني إذا بدك تسوق في ريسك مي مع مين؟ ها يا الله زملاء زميلاتي وإلا يرحمك يا بول بول جابريال فيكي وقالين ووداد وريتامهنة هوني كنا بالقودة الغرفة اللي نعمل فيها ميك أب نعم إنه كانت محمية بركة أكتر من غيرها جبولنا فرشات لكن الفرشات هيدول السفنج الرقيق كنا ننام هونيك وكنا مبسوطين كنا مبسوطين لأنه قد ما كنا نحب بعض وقد ما كنا نحب الـ LBCI لأنه ما كنا بدنا توقف الـ LBCI يعني الهواء كنا موظفين كتير قلالي اللي قدرنا بقينا تحتى تضلى مستمرة وتحتى تضلى على الهواء رأنا بظروف صعبة وإيامي كتير صعبة بس الحمد الله يعني ما في شي ردنا لورا هون اللي هي صورة المرأة توقتها كان أداسة البابا يوحانا بولوستيني إجعلها لبنان كانت الطرقات كلها من المطار لحديد مقر إقامتوا الناس كلها وحملين الأعليم الفاتيقان وعليم البابا كنتم موكبين الحرس ننا بخلال هالمسيرة مسير كمراسلة نعرف قديش بتغطوا أحداث ومنها انتخابات بدي أرجع معك بالزمن لسنة 1992 لما كنت عم بتغطي انتخابات النيابية بزحلة وهون في مشهد انت وكتار معلم برأسون يلي هي الأزا اللي تعرض لأله هالفرية رح ناخد تفاصيل أكتر معك هون اجا يعني كان في أحد يعني اللي جوزة كان مرشح للانتخابات بدها تنزل اجي تنزلت من السيارة حتى تنتخب بعض الناس يلي ما كانوا مبسطين فيها ومرحبين فيها يعني صاروا يحرطوا على السيارات ويصرخوا نحنا تعرف انه القناة هيدا خبر لازم او شي صورة لازم نصورها كان شارب الفرانسيس الكاميرامان عم بيصور وصار الصريخ والخبيت وقجوا عليه سكر الطفيل الكاميرا ونزل الكاميرا من إيدك وضربوا يا حرام بعينه وتأزيت عينه وانا بعتبر حالي ان انا مسؤولة عن الفريق وقفت بينيطهم الرجال وقفت بينيطهم يعني فكرة حاله طول مترين او انه عم بيفي عنهم بيستر وقفوا ابدا ما مش الحال لحد دي بعدين اجا حدا اخدنا على جنب ورحنا في مدرسة بزحلة رحنا لهنيك وبتذكر وقفت على شباك قد ما كنت كتير متضايقة على الوجه طلعت برسالة رحنا حضرة صور معنا الفيديو اه الاتوار معنا الفيديو رح نحضر رسالة لتعطي فيها من بعض المشكلة اللي صار ومن بعضها منتابعة حوارنا اوكي اوكي لا 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 شو ما شيبت نصور، ما حين أفت نصور؟ مش حمش ياكو بتطوير كله شيفا ما حيتعطي معي ما حيتعطي معي دوق الكاميرا اولا تقصير بخالي خالص لكن هيدا المشكلة التي حلقنا خبرتين عنه كنا عم نشوف مشاهد الصف وهون قديش العنفوين التي كنت فيها حتى تتلعيد تقولي هالرسالة مبنى على فكرة انه السلطة الرابعة ما لازم تندق فيها نحنا عم نعمل شغلنا يعني نحنا ما عم نتعدى على حدا هن تعدوا علينا كل شي عم نعملو عم نصور شو صار بتذكر كنا بوقتها في الدبلجة والأفلام المكسيكية وكانت الالبيسي تعمل دبلجات ويجوا هالمسلين وماريا مرساديس وتبن ومتبن وكانت كتير درجة بالبلد كلمة تبن يعني شو ما كانت الشتيمة كانت الترجمة تكون طبعا طبعا طلعت رحنا على هيد المدرسة بدي اكتب لسيلة بدي اطلع الهوى شو بدي اقول فيها بتذكر على هيك شباك وقت اكتب اذا كانت الحرية هي بضربة الصحفيين طبعا للحرية واذا كانت الديمقراطية هي بالقاتداء على الصوت الحر هيك شي يعني اذا هنقاري الكلمات اللي استعملتون هلا اذا هنزيته لا اثنين او تسعين هلا عيمة بيشبه هو المضرورة يلا اذا كانت الحرية والديمقراطية هي بضربة الصحفيين وازلالهم ومنعهم عن التصوير لنقل وقائع وحقائق الأمور فتبن للحرية واذا كانت مكافأة اللي سهروا وتعبوا من اجل تأمين نقل تغطية اعلامية كاملة وشاملة ودقيقة اذا كانت المكافأة بهالشكل فتبن لعطائتنا وجهودنا واذا ما كانت مهمة الصحافة نقل الوقائع بدقة وتفاصيلها كأنكم مشاهدينا كنتوا معنا بكل لحظة بمكان الحدث فعذرا منكم لانه حوالنا انه نشارككم واتعبنا جهدنا كتير بس الحق مش علينا وهالقد مسموح ببلد بيتغنب ديمقراطية نحن كنا مفتكرين انه سلحنا كافي وهو ترخيص موقع من وزارات الداخلية والاعلام لتغطية الانتخابات النيابية والدخول لاقليم الاقتراع ومراكز الفرز وسرايا المحافظات والاقضية وانه نصور اللي بدنا ياه واللي منشوفه بطريقنا ليه مش نحن صحفيين تلفزيونيين يعني منقل الحدث بالصوت وبالصورة بمدرسة حوش الامر الرسمية وبعد ما غدر الرئيس الياس الهراوي صار في اشكال هو تقريبا الخامس للساعة عشر وثلاث كاميرا المؤسسة الليبنانية للارسال وغيرا من الكاميرات استنفروا ليتصيادوها الحادث لكن حضارة المتخانئين كانت بالمرصاد هم استنفروا كمان من جهتهم وتوجهوا مثل لوحوش اكتار بعد هالحدث تواصلوا معي وقالوا لكم الحمدلله على السلامة بس فيه تلفون واحد كان عزيز على قلبي بس ما قادر تلع صوتك انتو عم تحكي مين الشيخ بير الظاهر بتذكر تلفلنا نحنا خلصنا رسالتنا وبعتنا كنا رحنا على اللينك بتعرف كنا لينك يبعت من لينك للينك تتوصل الرسالة نازلين وانا كتير زعلاني وزعلاني على شربل وشربل عين وعم توجعوا وخايفة علي بتلفل شيخ بير الظاهر قال لي نانا خبريني طمنيينك كيف كون كيف صرتو هو دايما كتير دايما يعطي لهمنا يعني كان بيل حنون لقلنا مش بس مدير التليفزيون شو وقلت له عم بحكييني صوت اختفى فجأة بطل عندي صوت نهائيا نانا قليلي شو بك شي فكر انه هلأ صاير بنا شي بس فهو دايما بيطلع وهي دا وعطيته للأسستنت وحكيه والطمنة وبقيت جمعة ما في صوت عشت على الأدوية على جمعاتها رجع صوت بس تتشوف دايما نتعرض نحنا كالميين داي لحنا لأنه دايما نحب شغلنا منرجع منصمد ومنرجع منكفة وما في شي بردنا حتى يعني هيدا بيوصل للمصدقية خليت أنه الوكالات الأجنبية دايما تصير تتأكد من الخبر منكم مضبوط نحنا بتعرف كنا يعني الخبر مش إنه حيالله كتبنا خبر أو حيالله جبنا معلومة ما نتأكد منها بس لحتى نكون في عم نعمل إنه مشاهدة كبيرة لا ما هيدا كان هدفنا أبدا نحنا تعلمنا بالجامعة كون في صدق وموضوعية ومهنية على هالأساس اشتغلنا كانوا بعض الوكالات اللي هنه أصدقاء لقلنا مثلا نانا في هيدا الخبر انت هلأ زعتوه مضبوط لون أكيد مضبوط يعني كانوا كنا مصدر سيئة يعني الشغل كان يكون محبوب وفيه واندفاع من الميلتين يعني كان من الميلت المصدر للخبر أو من ميلتكم قبل ما أختم معك نانا في خبرية مهضومة هلأ بوقت صارت مهضومة لأنه قمتوا بالسلامة بس بتغطي اللي قالي كيمكين إذا مني الغلطان بمنطقة الأشرفية يطلع انفجار وضيعوك وين كنت نانا كنا نغطي انفجارات كتير كنا نفكر يعني روح في انفجار في أزيفة في أنص روح نصور عم نصور صار في فترة انفجارات تحمسنا ورحنا مثل العادي عم بيعمل الكاميرا عم بيعمل استاند أب عم بيصورني وأنا عم بيحكي أنا وعم بيحكي على الساس أنا عم حمسة فجأة بطلت مبينة بالكادر ويني مانع اللنس طلع هيك وين كنت بالجورة تبع وقعد بالجورة الانفجار وقعد فيها نانا قلوه هلو أم هير كم هلو أم هير وأنا بالجورة فإن تتعرض لكتير اشياء بحياتك هولي اللي عم نحكي عنه إن كانوا المواقف الحلوة الصعبة أو الحزينة ما خلوكي هلأ اليوم من بعد ما تركتي هلأ العمل لسنة التسعة وتسعين تقولي أنه أنا بدي أرجع على التلفزيون بلأ بحب أني أرجع على التلفزيون أكيد أكيد ليش لأ شو أكتر شي بتحبي أنك ترجع تتشتغلي هيك بها الفترة عم قول بفترة تغير فيها شو الأعلام برامج والأخبار لأنه تغير فيها الأعلام ولأنه هالأيام السياسة مش متل قبل بفضل روح على برنامج إقدر إذا في شيء مشكلة بالتقارضة بس تقدر لقى الحل وساعد يعني إذا هيك بحب أني أشتغل يعني يكون موضوعية بعتقد بش غريب لأنه هيدا بيشبه هيك وبيشبه شخصيتك واللي تعرفوا على كل المشاهدين خلال فترة حياتك المهنية تانكي اليوم العيد عيدان كان لأقلق أني تعرفت على حضرتك شكرا لأقليك مرسي لألكم على الاستضافة الحلوة ومرسي للأل بي سي بيتي الأول ورح يضل بيتي وينعاد علينا أكيد ينعاد عليكم كلكم شكرا لألك نانا فيصل السحفية والمستشارة الإعلامية ترجمة نانسي قنقر